سلام حبيباتي ان شاء الله ستكونوا كامل ملاح اليوم بإذن الله راح نقدم لكم طبق كومونية بكبد الدجاج يجي بزاف بنين كنتوا طلبتوه مني بزاف بزاف يعني مسبقا والآن راني دارتولكم قبل ما نبدو في الفيديو اذا كنتم اول مرة تشاهدوا قناتي ادعوكم تشتركوا فيها وتفعلوا زر الجرس باش توصلكم العديد من الوصفات ان شاء الله هنا في القدرة حطيت شوية زيت ورحيت بصلة متوسطة الحجم مع زوج سنة تاتو وحطيتهم في الزيت هدا كيتقلعوا هنا ينحط زيتون هدا زيتون كنت حطيته في الماء ليلى كاملة بها يتنحى منه الملح وليولين غليه ويروح لون تاو فحطيته ليلى كاملة من قبل نحطه مع البصل ثانية تقلع اضفت الكبدة تتجاج بعد ما قطعتها نحيت منها هدوك الاخيوط وهديك المرارة نضفتها مليح هنا يتأكدوا باللي الكبدة تاكم جديدة رح تعرفوها باللي جديدة من لون تاها رح يكون يعني احمر فاقع زيت لها حبة مطة متوسطة الحجم تاني رحيتها مليح هادي الشكل زيتها لرس المغرفة مطة مصبرة مغرفة صغيرة تعفل في الأسود مغرفة صغيرة تعفل في الأحمر مغرفة صغيرة تاقص ضر ومغرفة صغيرة تعملح بدان نخلط كل شي مع بعضها بدان في هدي الأثناء راني دفت في كفرونة الماء يصخن نخلو كل شي يتقلم ليحملاح احنا يقدر تعيدان تا معدنوس تحكموا آود عادية تا معدنوس تغسلوها تقطوها قطع صغيرة جدا وتضيفوها مع باقي المكونات حدا يعني العيدان تا معدنوس رح يعطيو نكحة خاصة للكمونية تاكم اذا نحركو غير بالعقل باش ما يعني باش ما تحرثوش هديك الكبدة هنا بعد ما تقلي كل شي مليح مليح ناخد الماء هديك بعد ما يكون غلى ونمرقو يعني نمرقو غير حاجة خفيفة باش يجي المارق تانا بنيا ونخلو المارق تانا يطيب على النار متوسيطة حتى يختار بعد ما اختار المارق متاعي كما راكم تشوفو را هنقص واختار احنا ينضيفو ملعقة صغيرة تكمون ونخلو المارق تانا حاولي عشر دقائق اخرى ونقدموه وهدي هي النتيجة اخواتي انشاء الله تكون وصفة اليوم نالت اعجابكم فقط نصيحة بالنسبة للناس اللي عندهم فقر الدم ربيش فيكم ان شاء الله الطبق هذا قدموه مع عصرة ليمون لانه الليمون راح يساعد الجسم تاكم انه يمتص مادة الحديد وهي مفيدة جدا لمرضى فقر الدم كذلك تجنبوا شرب القهوة معه لانه القهوة هي تمنع انه الجسم يمتص مادة الحديد الى ان شاء الله الوصفة تكون نالت اعجابكم اذا اعجبتكم ديروا ليشان في الفيديو واشتركوا في قناتي وانتظروني في فيديو لاحق والسلام عليكم وبركاته السلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة